بخصوص موضوع الملابس منتخب مصر في حالة تهكم على مواقع التواصل الاجتماعي على الملابس وانا شفت الحقيقة بدلة لعبدالله السعيد لو عندنا صوريتها بس تشعر وكأن عبدالله السعيد سجينا في البدلة في تعليقات بتقول أن اللبس لم يكن لائقا ولا يتناسب أبدا لا مع الشياكة المطلوبة والزوء الرفيع المطلوب ولا مع الشكل الجميل اللي يجب أن يظهر فيه منتخبنا تعالوا نشوف هذا التأرير وإحنا كنا حتى في إفطار منذ قليل مع وزير الخارجية المصر الوزير سامح شكري وأثرنا مع هذه القضية وتكلمنا في قضاية تانية حقول لكم ملخصها ومنها المسلسلات ومنها مسلسل هو غاضب منه جدا لأنه تعرض للصفراء والديبلوماسيين وهو مسلسل يحيى الفخراني هقول لكم إيه اللي قاله الوزير بس ساعدنا نشوف أولا اللبس لماذا أغضب الناس بدلت أو بدل منتخبنا الوطني لماذا أثارت كل هذه التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أثار زي المنتخب المصري البدل التي ارتدوها في سفرهم لروسيا موجة من الانتقادات الحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن مثل هذه المناسبات تهتم بها وسائل الإعلام العالمية فالكثير ممن وجه انتقادات يرون أن التصميم لم يكن مناسبا خاصة بعدما بدى هذا الزي على بعض اللاعبين غير مناسب وغير متناسق على أجسادهم البدلة التي ارتدها لعب المنتخب الوطني تعرف باسم دابل بوتونس وهو المعروف عنها بأنها بأربع زرائر لكن ارتداء مثل هذه البدلة يتطلب غلق الزرائر بصورة كاملة وفي حالة عدم غلقها تظهر البدلة بصورة غير مناسبة وهو ما حدث مع كل من شريف كرامي ومروان محسن بالإضافة إلى عدم ضبط المقاسات الخاصة ببعض اللاعبين أمثال عبدالله السعيد لكن بالنظر إلى الزي الذي ارتداه بعض المنتخبات الأخرى فنرى أن المنتخب السعودي ارتد بدلة تقليدية واكتفوا أن يرتدوا كرفات خضراء بلون العلم السعودي في حين ارتد المنتخب التونسي بدلة تقليدية عادية وهذا أيضا ما فعله المنتخب البرتغالي والمنتخب البرازيلي والمنتخب الاسباني والمنتخب الكرواتي لكنهم كانوا حريصين على أن تكون مقاساتهم في هذه البدل مطابقة تماما لمقاسات كل لعب في الفريق في حين ارتدت بعض الفرق الأخرى زيا رياضيا تقليديا أمثال منتخب الأرجنتيني ومنتخب الأرجوعي طبعا لأن زي ما قلت لكم كاس العالم هو أهم محفل عالمي أهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بيحضرها كل رؤساء العالم ليه لأن قعد قول شوف كده كم شخصا يتابع كاس العالم في كل أنحاء العالم تتجي إليها الأنظار خلال الأيام القليلة القادمة حتكون خلاص كاس العالم ربما هي محطة الاهتمام الأولى يعني فالناس بتهتم حتى بالتفاصيل الصغيرة وإحنا فيه إفطار وزير الخارجية سامح شكر منذ قليل لما سألناه الناس سألته يعني فقال خلونا نهتم بأداء المنتخب حيعمل إيه وخلونا ندعم المنتخب بشكل كبير لكن طبعا ما فيش ما يمنع من إن لو في بعض التفاصيل الصغيرة اللي الناس شايفة إنها لم تكن مناسبة أو لائقة نشوفها عشان نتفاداها يعني مستقبلا طيب هل الملابس لم تكن ملائمة هل كانت متناقضة مع الزوء الرفيع مع الجمال مع الشياكة دي بدلة عبدالله السعيد اللي أثرت جدلا شديدا ويبدو فيها عبدالله وكأنه سجين في أبو زعبل كأنه مقيد بسلاسل حديدية كأنه مش حر الحركة يعني البدلة طبعا خدت تعليقات كثيرة هي وغيرها يعني ده هي خليني أسأل لأستاذ خالد أوبية مؤسس الشركة المصممة للملابس المنتخب أستاذ خالد أهلا بيك أهلا بيك وخلينا أقدم أيضا لأستاذ دعاء حسني استشاري أزياء الشركة المصممة أستاذ دعاء أهلا بيك أهلا بيك في كمان معنا من الذين يختلفون مع الزوء أستاذ أحمد حافظ مصمم أزياء أستاذ أحمد أهلا بيك أهلا بيك أستاذ أهلا خلينا أبدأ بيك أستاذ أحمد ليه شايف أن اللبس مش مناسب ليس لائقا لا يتناسب مع قيمة منتخب مصر أولا خلينا نتكلم عن حاجة حاجة في موضوع لزي المنتخب مصر أولا أن المنتخب مصر ده بين مصر لمصر وبرا مصر فلازم يبقى إحنا بالنسبة لنا كمواجهة مشرفة للبلد دي أول حاجة بعدين نيجي نتكلم على أنا كالفاشون ديزاينر أو عندي بيت أزياء نتكلم على الكوالك بتاع البدلة أو الماتيريال بتاع البدلة الماتيريال البدلة بشكله أعتقد تقنيكياً أوي بالنسبة لي مش بالفخامة اللي ممكن يتقدم بها للمنتخب المصري استايل البدلة مش استايل 2018 لأن أنا أقدمه لأن استايل البدلة ده معمول من أكتر من كذا سنة بعدين أن أنا أجي أفكر أن أنا ألبس أكتر من كذا لعب استايل البدلة موحد على أكسام مختلفة فلازم أن أنا لما أعمل زي موحد أبامراعي أكسام اللعيبة سواء طويل بسير كلهم مش متساويين ماينفعش أحط لائد شكل البدلة فيه غير لائك تماماً ماينفعش أن أنا ألبس كوتشي على بدلة الماتيريال بتاعها سوري أو كلاسيك في ماتيريال مخصص للبيدل اللي بتلبس على كوتشي إحنا عندنا هنا الكوتشي الأبيض بس مش طيب نحاول هنجيبلكو سواء ماشي تفضل سميك كاجوال بتلبس عليه آه في بيوت أزياء كبيرة أو في مصر كلنا درسنا برا مصر كلنا طلعنا من فرنسا وإيطاليا تسوائل كانت الشركة المنتجة هي شركة عالمية إيطالية مصرية بس في الأول في الآخر ده منتخب المصري اللي إحنا بنمثله ويمثل بلدنا ويمثل بيوتنا اهو أنا شايف اهو شي كبادة ضرب كوتشي اهو في الأبيض بعدين حضرتك يا مستر واقل إذا كنت هراقل المنتخذ إن هو يلبس كوتشي يبقى كوتشي موحن وإن إني باين لابس جازمة بني عاديا بالضبط وفي حد تاني لابس كوتشي جري وفي حد تاني لابس أبيض في بينك طب أنا عملت ستايل معين بعدين حضرتك ما يمسعش أنا كفاشون دزاينر أو بدرس فاشون إن مفيش كوتشي على كربا مفيش يعني لو هلبس ضرب عليها كوتشي أو رقم واحد ما ينفعش يبقى فيك كربات أصلا ما ينفعش يبقى فيك كربات ماتيريال بتاعته طيب دي كل ملاحظاتك يعني أستاذ خالد آآ بالإضافة لكلام له أستاذ أعمى كان في تعليقات أكيد أنت شفتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتتهكم على ملابس منتخب مصر اتفضل آآ شفناها طبعا شفناها آآ أنا حاوبة بس في الأقول أقول آآ لكل الناس كل سنة وإنتم طيبين لنسبة الأيام المباركة اللي احنا فيها كل سنة وإنتم حضرك بالصلاحة والسلامة بالنسبة للتعليقات على بدل المنتخب عندنا أكتر من نقطة لو بنكلم في نقطة الجزمة البيضة وإن هي كل شوهم نفس الشكل فالاختيار كان لجزمة بوني جيل هو ده الدزايل اللي المنتخب حيبدأ به حينزل به ولكن آآ فجئنا يومها بقرار أن المنتخب يلبس الجزم البيضة عشان أريح تسع ساعات سفر مسافة مش وليلة ويبقوا مسترياحين فيها أيوة ممكن علاج ده اللحظة نزوله اللحظات اللي بيتصور فيها يلبسوا البوني بالضبط ولكن هم قالوا عشان يريحوا رجليهم فحيلبسوا الكوتش الأبيض يعني بالضبط وفي وقت زي دوت ما يكون في إيده جيل ان انت تدعم المنتخب بكل شكل مش حاك أصمم وقول لا يلبس دوت أو يلبس دوت دي مش بتاعتنا احنا كنا مصممين أو تفيد بالكامل ومسلمينه مع الجزمة بالنسبة ان الدزايل ممكن يمشي لعيبة معينة أو لعيبة تانية لا اللعيبة بالكامل اتخذ مقاساتهم واحد واحد هما وأعضاء البعثة في سويسرا والتان المقاس بالضبط كل واحد على مقاسه هو فالبدلة متفصلة عبدالله السعيد يبدو سجينا مكبلا بالأغلال ليه؟ شفت بدلة عبدالله شفت طبعا الصورة الشهيرة لعبدالله السعيد في صور لعيبة كتير بين البدلة بشكل ممتاز جدا عبدالله السعيد يمكن الجاكت متزحلق شوية من اه مش مزبوط في فرق انك هتوقف واحد عارف ان هو هيتطور ويزبط اللبس بتاعه او واحد في وسط الحركة انت بتطور والساكت الغري متزحلق الورا وارد اللي يكون طيب هل الخامة جيدة اه لان الاستاذ احمد بقول الخامة الخامة سيئة يعني. وارد ان الجاكت بتاع عبدالله السعيد يكون اطلقبط مع عزميره اللي في الاوضة بدله في المقاس وارد الحاجات موجودة خلينا انا معاك يا يا بساني. ده وارد برضو اه برضو ما بقول لحضرك حاجة انت فيه تلاتة وعشرين لعيب واحد اللي في صورة الشكل ده بس عندك اتنين وعشرين لعب تنين رمضان صبح مسلا لبصينا مظبوطة بالملي اللي عمل الفرق هقول لحضرك اللي عمل الفرق. ايوة بس انا انا لازم ازبوطها على كل ماينفعاش اقول ده فيه خمسة مظبوطة عليهم وستة لا ماهيبقى الشكل وحش. اكيد اكيد طبعا اكيد طبعا. اه. اللي فرق في الشكل معنا الل اه في نزول اللاعبين أن البدلة بما يحتاجها تتربت بزرار من جوه عشان ما يا بالقazar. علشان تبقى مزبوطة غير الزرارين اللي بره فيه زرار جواب يتربت ايوه عشان يحافظ على انتظامها ايوه حضرك فاهمني فدي لما تكون مش مربوطة يبقى فيه فرق مش هتطلع بنفس اللوكي معايا طبعا احنا فينا محتاجين لو تقدر يتوفر وقت ان احنا نكون مع اللاعب اللاعب وهو بيلبف قبل ما ينزل لكن ده ما هو ده كان المهم ان انا بشوف اللاعبين قبل ما ينزل من الطيارة يا جماعة لان دي لحزة التقاط الصور ان وصول منتخب مصر لقطة بيتم تصوير وصول منتخب الارجنتين وصول منتخب البرازيل فهنا كان لازم ازبط الناس وعدلهم البيداء الكويس وينزلوا اكون متأكد تماما من ان الشكل لائق يعني اخد بالك حضروك من حاجة ان دي لعبة كرة في الاول وفي الاخر هو ممكن دلوقتي الحاجة مضبوطة عليه بس راح فاكك الزرار راح فاكك الزرار بتاع الاميف مثلا الجرافات راح فاككها شوية دي حاجة ما متقدرش تتحكم فيها يعني اه الاختلافات داية بتحصل واردة لو بنتكلم على الخامة بتاعة البدلة فهي خامة سوبر 150 100% هي من اعلى الخامات جودة في العالم واي حد شاف البدلة ان كان من اتحاد الكورة من شكل من اللعيبة ممكن حضروك تعمل مدخلة معهم هم اكتر ناس مبسوطة بالبدلة اكتر ناس مقدرة الفابريك والدزاين بتاع البدلة والله يعني بص انا انا مع اهمية الشكل لكن المضمون عندي اهم لكن الشكل كمان اه مهم لان الحقيقة احنا اه مستقبلنا في اقدامهم مش في بدالهم لكن مهم جدا ان احنا اه هنا دا دا السعودية اللي شفناها قبل كده وده دا ايه دا البرتغال ولا اه دي السعودية اهو دا كرواتيا ودا اسبانيا وده البرازيل وده البرتغال كريستيان وانا يعني بناعز كمان يا جماعة كان انتو فاكرين الفرق المنتخب ايطاليا تحديدا كان بيحرص دائما انه اه يبان انه الاكبر اناقة وشكلا وجمالا لكن هو ما وصلوش السنة دي يعني فكانوا بيهتموا دايما بال بالنقطة دي اه طيب احنا وسنة التسعين اه كان طبعا الموضع والشكل مختلف ودلوقتي بقى فيه شركات وشركات راعية وشركات بتو ما كانش دا يعني اعتقد ان لم يكن موجودا وقتها يعني لكن خلينا عشان ما نظلمش الناس وزي ما بقول لكم طالما انه دا حظية بتعليقات كثيرة استاذ دعاء حسني استشاري الازياء في الشركة المصممة استاذ دعاء تبعتي التهكم على الملابس هل هي معبرة عن وقع سيء ولا اه في مبالغة اه ازاي حدعطك الاول اهلا بيك انا اكيد تبات بسيطة شخصية انا اصلا البراجكت من الاول الاخره كان كان بتاعته كنتم تبعيها بكل تفصيلة من اول ما كنا بناخد المقسات بتاعتهم في الباسة بتاعت اه زيرخت لحد باسة ميلانو لحد ايذن وهم لما تحركوا هنا بس خمسين في المية من المقسات مش مظبوطة يا استاذ دعاء خليني اوضح لحدورتك حاجتين مهمين جدا اول حاجة المنتخب اه هم ناس فتد يعني هم ما عندهم اه الجسم البايز اللي خليني اخليهم زي اي منتخب يطلع بالجاكت الوان او تو باطن الفاكل الترديسون احنا لما تكلمنا مع سيركت تكلمنا مع تحايد الكورة كانوا حابين ان هما يطلعوهم باكتر ساكل حسنبل يليء بمظهرهم ومظهر نصر تمام اه اه مع احترامي كبير ان حضرتك كنت اه كان في مداخلة من احد الواقعين بيكلموا معنا لسه اه 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 البدنا اللي هي اللي كان هما لابتنها للمانتوار في الفين وثمانتاشر احنا اصلا كبراند ليه تم اختياره يعني دون عن البراندات الاخرية يعني بغض نظر ان كان فيه عروض كبيرة جدا اه بس خلي بالك انا بس مش لازم اكتفي كمان بان دي موضة الفين وثمانتاشر وستاذ وانا ممكن انا بس بوضح اه ممكن الا اه مش ملأمة لأجسامهم اه لا لا انا ههوضح لحضرتك مهمة قوي احنا ليه تم اختيارنا احنا براند بقالو بس بثلاث سنين عطان احنا البراند الوحيد من المادل ايس اللي دخل اخلال الثلاث سنين اللي فاتو من المانتوار دخل في اصبوع الموضة العالمي في نيارك احنا براند عالميا لنا يعني بره مش بقول ان احنا عشان مش مصريين نا هو مستر خالد اه بس احنا كبراند احنا نبقى مواجدين موضة العالمية يعني عايز تسألك بس في حاجات كده تفصيلية الناس بتعلق عليها نزل الفاتنج بتاع اللي حضرتك كنت عايز توضحه اه انا هقول لها حضرتك حاجة اكيد حضرتك يعني عاد عليك اه اي ببدا بقى فيها من جوة زرار اوكاي الزرار ده لو ما اتعملت او لو اتفك اه الطبيعي ان الجاكت بيرايح شوية لس ان هما اه كانوا لابسين على ظهرهم باكباك اهز ان هما بلاير متعودين دايما على السبورتس باك تمام فهما لابسين الباكباك دي اول لما قلعوها طبيعي ان البدلة ابقى مش بنفسك لها لو هو لسه ملحقش يعديلها وحد بلقى الصورة خلاص هو هو كده يعني هو هو دي اه بدأت من هنا لكن انا انا قبل ما يتحركوا من القتل وقبل اي حيجة احنا كنا بنشرف عليهم بالصفة شخصية نزل معضوها شوز كلهم كانوا مستلمين شوز ايطانيا نادر شوز شيء جدا اللي هي اللي حضرتك بتقول طبيعي ما لبسوش لبني بعضهم لبسوها زي النيني وايمن اصرف وسناوي بس في بعضهم احسن لان حضرتك عارف ان اي اي شوز في العالم هي ما بتبقاش مريحة يعني اهم حاجة عندنا بجنيهم لما يجي حد مسؤول عن المنتخب يقول لي في بعض الناس مش مرتاحين وهيلبسوا طبيعي ان هي لازم يجي وقول لي علشان برضو لو مش هتلي قلت له اوكي انا انا اللي صرحت بشكل يعني شخصي اوكي انت قلت له اوكي اوكي مش بس هو قال لي ان كلهم هيلبسوا زي بعض ما قال ليش ان هما لان اغلبيتهم انا شفتهم لابسين الوايت سناكر انا ما عنديش اي مشكلة ان هما يلبسوا الوايت سناكر حضرتك في النهاردة لو حضرتك دخل عملت على منتخب المانيا هما لسه وصلين في روسيا هتلاقيهم لابسين سوت نيفي بلو نفس اللون على نفس الموضوع اهم لعيبة العالم اللي فاتوا طبعا ابن نحمد صلاح دلوقتي كان كريستان رونالدو هتلاقي حضرتك وصل لابس سوت نيفي بلو على وايت سناكر الموضوع مذكر طبعا واحدة صغيرة هواضحها بس ماريش بابرزن بالنسبة للماتيريال بتاعتنا فهي مستماتيريال بتمسي في كل اوقات اليوم هي مش ولا هي ولا الكرافات طيب عشان يعني من صلاحياتك تقولي تكلفة البدلة كام عشان الناس عاملين تعليقات على ده اه طبعا كام تكلفة البدلة الف دولار الف دولار من غير الفوز ومن غير البلد ومن غير الشارت ومن غير بقية الاوتفات الفابريكس بتاعتها دي الواحدة اصلا معروفة لو حضرتك اه تكلمت مع اي حد انت فاصل فاهم يعني اي فابريكس يعني اي سوبر 150 هتلاقي ان السوبر 150 اصلا في مصر توجودها مش موجودة غير في 2 براند احنا واحد منهم اه السوبر 150 دي ما بتاعمل في ايطاليا اه معروفة جدا اه ان هي حاجة بتتلبس صبح وضهر وليل لان هي بزنس فان اه سوط مش اه مش سوط بتاعت مش حاجة تقفيده طيب يعني تكلفة البدلة 18000 جنيه مصرية يس طيب انا بشكرك بستاذ دعاء اه بستاذ خالد الف شك بستاذ احمد عايز تقول تعليق اخير استاذ باقل صورة على استاذ احمد بس والله انا اسمعت كل كل كلام استاذ خالد استاذ دعاء كل دي اعذار مش مقبولة في الفاشن وكل دي اعذار ماينفعش ان انت تقولي عمل زرار او ما عملش زرار هو باين او في فرقة المقاسات دي اول حاجة وان هو بدل الجاكت مع زميل وما بدلش الجاكت مع زميل وانا كمواطن مصري ما بفهمش من الصورة دي غير ان ده شكل المنتخب المصري اللي بيقدم مصر في كاس العالم انا ما بديش كل الاعذار دي كلها بعدين موضوع السوائل الفابريك استاذة دعاء بتقول عليها سوبر وان ايطاليا والحاجات دي كل المواطن المصري بيتكهموش الموضوعات دي غير برضو غير ان احنا بنتكلم ان فيه ماتيريال للبدل اللي هي تتلبس عليها شو زات وفيه بدل بتتلبس عليها جزم عادي كلاسيك البدلة دي مش مخصصة لان هي تتلبس عليها شوز او يتلبس عليها كوتشي واي منتخب تاني يلبس على البدلة بدلة كوتشي ما بتكونش الديزاين دوت ولا بتكون بالشكل ده تماما وان البدلة لو كانت مصممة للمنتخب المصري احنا عندنا المنتخب المصري اجسامه حلوة جدا نقدر نعمل منه بدلة كويسة طيب انا عشان بس يا جماعة الوقت طب استاذ خالد عايز يقول تعليق اخير اتفضل استاذ خالد البدلة هنشوفها بشكل مظبوط على كل اللعيبة في الصور اللي اتخذت ودي صور موجودة غير الصور اللي انتصرت في الاول من الموبايل اللي كانت مختلفة الناس ممكن حاطت ايدو جنبه ماسك سانتا كزا الصور اللي اتخذت كاميرا دي موجودة وانتصرت اللي عايز يشوفها حيشوف ان الاستود مظبوطة على كل اللعيبة دي نقطة انا حابة بس اختم بحاجة واحنا منتصرت المنتخب اه فينا مع كل حدث بيحصل في كمية ناس بتنتقد من اجل النقط ليس الا في كمية ناس بتكام شكل نجز بيفكروني بما قولت دكتور زويل نحنا الاوروبيين يقفوا خلف الفاشل حتى ينجح وانحنا نقف خلف الناجح حتى يفشل في ناس بتتصيد للمنتخب كل صغيرة وكبيرة عشان ينتقدوها يقول لك كد شي ابيض ما ينفعش طب البرتغالة هو لباسها المانيا لبساها لا لا ما ينفعش يعني طيب بس خلينا يعني نضع في الاعتبار ان في ناس ممكن تكون يعني عندها بتنتقد من حالة حب يعني وانهم مش عايزين يبقى في شكل مش لائق يعني حضرتك رديت لكن كمان مش حتهم الذين انتقدوا بانهم بيتصيدوا وصحيح تاني وتالت وزي ما بقولوكو يعني اه احنا بنبص دلوقتي لأقدام اللاعبين اه وليس لبدال لبدالهم يعني لكن كمان الشكل مهم لكن المضمون هيبقى اهم ننتظر منهم ان شاء الله انهم اه يقدوا اداءا طيبا شكرا لأستاذ خالد شكرا لأستاذ الدعاء وأستاذ أحمد ألف شكر